طيب شفنا ضربة البداية لكن هناك كلام كثير في الغربال فليصمت السفهاء الحياة من السفه ان الناس تفضل تحمل اي حاجة سلبية للنادي الاهلي الدور يتعطل اصل الدور تأجل عشان النادي الاهلي وتلقى حد مستوى قد كده اخلاقيا يقول لك اه ده النوز بتاع الاتحاد الكورة ده النوز بتاع الكاف ده مش عارف ايه الكلام الفارغ الهاية في اللي انتو بتسمعون وكأنه اتحاد الكورة بيريح الاهلي فاذا بالاحصائية العالمية تيجي مدهشة جدا جدا انه النادي الاهلي السنة دي في عشين تلاتة وعشرين اكتر فريق في العالم لعب مرشات رسمية لا في افريقيا ولا في مصر ولا في المنطقة العربية في العالم بصين شايفين الرقم يخض ازاي وبعد كده يتكلموا على الاهلي وارتباط المواسم والكلام اللي انتو بتسمعوه من الاتهمات المعلبة دايما للاهلي الاهلي تصدر قيمة انديت العالم في عدد ارتباطاته خلال عشين تلاتة وعشرين بالمباريات اللي خضها على مدار الموسم عشين اتنين وعشرين في سبع بطولات مختلفة الدور المصري الكاسي القديمة الكاسي كاسي مصري الجديدة السوبر القديم والسوبر الجديد كاسي العالم للاندية دوري ابطال افريقيا على الرغم من انطلاق الدور المصري متأخر شوية كان في النص التاني من اكتوبر وانطلاق اغلب الدوريات العالمية في بداية اغسطس يعني شهر جماعة الاهلي لعب يا جماعة حتى الان سبعة واربعين مباراة من اصل اربعة وستين مباراة يرتبط ديها في كل البطولات هذا الموسم لعب حتى الان سبعة واربعين مباراة من اصل اربعة وستين يرتبط ديها في الموسم ده بقيله سبعتاشر مباراة يبقى 16 كده لأنه اتلعب زهاب زهاب النهاية دورة الأبطال يعني لعب 48 من أصل 64 في 10 مباريات متبقية في الدوري في 5 جولات إذا وصل مسيرته إن شاء الله في كاس مصر يتفوق الأهل في عدد المباريات الإجمالي اللي خدهاك أكثر أنديت العالم خوضا للمباريات ريال مدريد مانشستر سيتي الإنجليزي مانشستر يونيتد بلغ مجموعة مبارياتها كل واحدة من دول 61 و60 مباراة على التوالي يعني أعلى حد بعد النادي الأهلي أداء للمباريات في هذا الموسم مانشستر سيتي ومانشستر يونيتد وريال مدريد أديت القيمة على العالم 61 و60 وإنت 64 مباراة وبعد كده تسمع بقى الناس اللي بتتكلم في الرغي والهبد بدون أي أرقام وبدون أي حقائق وكأنه كان المفروض يعني حتى في الدورة هنا بس عزيزينا عشان إيه فضل دي ارتباطات 64 اللي عبنا منها 48 وباقي 16 مباراة أي وما تم تأجيله للأهلي في الدوري تم تأجيله بموجة بالليحة الليحة قالت ليحة المسابقات إنه الأندية اللي حتشارك في المشاركات الأفريقية لها ثلاثة أيام قبل المباراة اللي في الداخل الأفريقية وأربعة قبل المباراة الخارجية وإذا تأهل فريق من دور المجموعات يعني إذا بلغ دور التمانية ابتداء من دور التمانية والقبل النهائي والنهائي مايلعبش مباريات بين الزهاب والقياب لأن الكافح قال لها أسبوع واحد المدة الفصلة بقت أسبوع واحد إذن ما أعطي للأهلي أعطي للبيرامد لغاية خروجه والفيوتشر والزمالك لغاية خروجهم وتنظموا لوائح ومنصوص عليها في اللايح لسه حد هيتكلم برضو أصله الأهلي لكن زي ما المهندس عادلي قال الأهلي ماضي في طريقه بيحقق بطولاته وبيسعد جمهوره وبيعلي قيمه السوقية وديكوا شايفين المردود المحترم بر عامل الزاي فخلينا نسمع عن الصغائر الحياة شوية الصديق ماجد نوار في الجمهورية قال لك الأهلي دخل موسوعة الأرقام القياسية والأهلي فرض نفسه بقوة على الرياضة العالمية وليس كرة القدم فقط أصبح لمصر السبق أن يكون لديها نادي يمتلك أربع أندية تحمل اسمه وهو الأهلي بطل القرن والحياة دي يا جماعة مسألة شديدة الأهمية كمان لأنه اللي تابع هذا الحفل الكبير لاحتفال الأهلي بفرع التجمع شاف الاتصاق والاقتران في أداء الأهل بشماندس للدور الوطني الإنمائي والإعماري أيوة أستاذ إبراهيم أنت بتنمي الأحياء اللي بتروح لها وجود الأهل وانتشاره هو تنمية للمجتمع وهو تنمية للحركة العمرانية وتنمية في قيمة الأراضي وتنمية للخدمات التي تقدم أنا بقولك يا تصارع الشركات هناك في الارتباط بالأهل وتسويقه مع البقات التسويقية المعمرية بتاعته وكل واحد يقولك يا ريت الأهل ييجي في الحتة الفلانية يا ريت الأهل ييجي في الحتة الفلانية مسألة أنت بتوجد رئة صحية لعائلات وشباب يعني حجم الإضافة اللي بتعملها في حياتهم من ناحية الإنسانية والطربوية والقيمية عالي جدا إزا ما تباش دي رسالة وطنية